مجددا يضرب الارهاب ابيا وتحديدا زنجبار عاصمة المحافظة 11 قتيلا في حصيلة اولية واكثر من عشرة جرحا بعضهم حالتهم خطرة بحسب مصادر طبية الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر قيادة شرطة النجدة بسيارة مفخخة في الساعات الاولى من الفجر لم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الحادثة بعد مراسلنا نقل عن مصادر عسكرية في المدينة ان اشتباكات بين عناصر من تنظيم القاعدة وقوات الجيش اعقبت الهجوم الانتحاري مصادر طبية في مستشفى الرازي العام بالمحافظة اكدت ان عددا من الجنود وصلوا للمستشفى فيما تم نقل اخرين الى مستشفيات عدن للعلاج في شهر اغسطس من العام المنصرم حررت قوات الجيش بمساندة التحالف العربي محافظة ابيان من تنظيم القاعدة ومنذ ذلك الحين يحاول التنظيم اعادة نشاطه في ابيان لكنه يفشل من وقت لاخر